السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهر أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات يشغل موضوع تعميم الرقمن في كافة القطاعات العمومية يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام الرسمي في الجزائر حيث أنجز قطاع والعمل التشغيل والضمان الاجتماعي أنجز عددا من الأعمال التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطن ومختلف الهيئات من خدمات رقمية وإلكترونية جديدة مشاهدي ألا كارم للحديث أكثر حول الخدمات الإلكترونية والرقمية لمنظومتي التقاعد والضمان الاجتماعي أسعد باستضافة السيد رشيد ناش مدير الإعلام الآلي والتنظيم للسندوق الوطني للتقاعد أهلا ومرحبا بك معنا سيد ناش أهلا ومرحبا شكرا للاستضافة العفو كذلك أرحب السيد علي باي موحند مدير العصرنة بالسندوق الوطني للضمان الاجتماع لغير الأجار كاسنوس أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي باي العفو كذلك نرحب بالسيد تياتي حمود مدير أنظمة الإعلام الآلي والتنظيم والدراسة والإحصائيات لسندوق كاكوبات أهلا ومرحبا بك معنا سيد أهلا بك شكرا للاستضافة العفو نبدأ معك سيد رشيد ناش هل ممكن إعطائنا لمحة حول أهم الخدمات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد لمنتسبه شكرا سيدي مساء الخير لكل المستمعين قاعد نهار نعم بالنسبة للخدمات التي يقدمون هذا الصندوق هناك أكثر من 14 خدمة إلكترونية هذه الخدمات كانت مدروسة من قبل حتى حطينا هذه الخدمات كانت دراسة معمقة شفنا يعني كان ثلاث مراحل قبل ما يكون متقاعد يكون يعني خدام كي ما نرى أن نشتغل وكين بعدها لما يدخل يدير طالب التقاعد وتعوه وفي الأخير لما يصبح متقاعد نحن من هذا الصندوق شفنا يعني المواطن وشنو هي الفكرة أنه ما يتنقلش كثير حنا هذه الفكرة نحن هذه الفكرة ربطنا كل تطوير تعنا نقدم خدمة ذات نوعية وين ما يتنقلش المواطن وكذلك نقصه في الآجال تصفيات المعاش قلنا قبل ما يكون متقاعد هناك خدمة المسار المهني يعني المواطن سنتين قبل ما يأخذ التقاعد بالنسبة للرجال في سن ثمانية وخمسين سانة يقدر يشوف المسار تعوه بالنسبة للنساء يعني المرأة خمسين سانة لماذا خمسين سانة لأنه المرأة عندها تستفاد من تقاعد من خمسين سانة يعني عندها تلت أطفال يعني خمسين سانة هذا المسار المهني يعتبر يعني قطعة مهمة في الملف يقدر المواطن يدير يشوف المسار تعوه يعني سنتين من قبل لما يلحق الوقت تعوه يدير طلب كذلك يقدر يدير سيميلاسيون يعني تحاكي يقدر أي مواطن عن طريق البوابة ولا تطبيقة على الموبايل على الهاتف النقال نشوفها نحكيو عليها بعدين يقدر يدير تحاكي ويشوف يعني شحال على حتخرج له التقاعد يالو هذه تانية ولما يصبح باش يطلب التقاعد هناك تطبيق تطبيق آخر اللي هو طالب تقاعد عن بعد بدينا احنا يعني باليزان بالواير الكبار حتى الآن عندنا سبعة وخمسين ألف طالب يعني بهذا التطبيق وفي الأخير لما يصبح لما يصبح متقاعد لما يصبح متقاعد يعني يجيوا لعدنا للصندوق باش يديروا مثال يديروا شهادة الدخل باش يديروا بها مثال ضوصي تعالى بورس مثال اللي عنده أولاد ويقاروا في الجامعة هناك كذلك بالنسبة للفيزا باش يروح للخارج ماشي الفيزا وهناك كذلك التالتالي هي كما قلنا كين الفيزا وكذلك الضوصي بورس نعم نفسها كما لك نعم لك هدوما كلهم يجوا تقريبا عندنا مية وخمسين ألف في الشهر مية وخمسين ألف تنقل في الشهر حين شهادة الدخل درناها درناها يعني عن طريق البوابة تعالى يقدر يستخرجها بكل بساطة هدوما يعني الخدمات اللي كاين والخدمة يعني اللي راهي لقات رواج كبير هي خدمة الهاتف النقال لأنه في التحول الرقمي دائما الإنسان لازم يفكر في الهواتف النقالة لماذا الهاتف النقال كندروا إحصائيات صغيرة نشوفه في البيت عندنا خمسة هواتف كلها مربوطة بشبكة الانترنت صح بهذا يعني دوما نخموه في الهواتف النقالة يقدر واحد يقول لي أنه الأبتع كبير ولا عندهم أغلبيتهم عندهم ولادهم الله يبارك كلهم دارسين بالجامعات الحمد لله وهما يستعملوها لقينا يعني درنا نحن التطبيق على هذا التطبيق على البر الهاتف النقال في عدة خدمات منها المساعدة الاجتماعية عن بعد يعني يقدر يطلب مساعدة اجتماعية يقدر يدير شكاية على المباشر يقدر كذلك يشوف الوكالة القريبة لها كذلك طابور الانتظار وين يقدر يأخذ تذكيراته ولم يجي قبل الوقت يعني يدي التذكيرات وفي هالوقت تمر كيلو الوقت ويقدر يدور دياله لما يجي للصندوق يدخل دياله مباشرة لا ينتظر لا ينتظر نعم هادية وكذلك هناك التعرف على ملامح الوجه لماذا درنا هذه الخدمة؟ لأنه كل سنة مجبور أنه المتقاعد يجيبنا شهدت الحياة نعم باش من حبسولوش تقعوا تتعو فكرنا فيهم يعني من جائحة كوفيد باش ما يتنقلوش درنا التطبيق هذا وش يدير؟ الأول يجي مرة واحدة نقرأوا الكارت البيوميترية تعو ناخدوا الصورة يعني صورة تعريفة نصلين بيهان كومباريو بعدها يدي عنده المستخدم والكلمة السر يدخل عن طريق التطبيق في البلاي ستور موجودة في البلاي ستور يحمله عادي ويدخل لأخر يقدر ياخد الصورة تعو يعني الصورة تعو وكهادية حتى الآن قرنا يعني مليون كارت يعني بيوميترية قرناها ومدى بنا نلحقوا ثلاث ملايين نونس إن شاء الله عدد المتقاعدين وكذلك كتر من خمستاش ألف داروا ملان محلوج وكاين فيهم حتى واحد في عمرهم مئة لسانات إن شاء الله ربيطوه له في عمره وكيم يقوله حاجة تفرح يعني تشوف نعم نعم طيب منتقاعد نروح ربما للصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجرة أين وصلت يعني رقمنا وخدمات الإلكترونية والعصرنا بصفة عامة فهذا الصندوق سواء من حيث الانخيرات سواء من حيث التغطية وكذلك الاستفادة من الأداء شكرا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين صندوق الوطني الضمان الاجتماعي لغير الأجراء نعم نعم نحيرة فيه لأصحاب المعنى للحوزة التجار الصناعي وفلاحي نعم صندوق الوطني الضمان الاجتماعي عنده ثلاث وجهات نعم التحصيل تأمينات الاجتماعية والتقاعد كل وجهة لازمناها خدمات الإلكترونية كما قالنا الأخ راشيد نداروا الدراسات شفنا المؤمن ولا المتقعد وعلى شوية تنقل الشبابيك على مستوى المحالي بالنسبة للتحصيل سيد بول دماندينا في اليسر طلب الانتساب لازم له تنتقل كل عام عندنا أكثر من 120 ألف انتقال على مستوى المحالي التصريح بوعاء الاشتراك اللي لازم التصريح وفقا المادة 14 من مرسوم التنفيذي 289 15 289 متمم معدل لازم يصرح قبل واحد مرس وعندنا مليون وثمانمائة منتسب يمجرون مليون وثمانمائة ألف في شهرين يتنقلوا وقاع على مستوى المحالي حيث يكون اكتظار على المستوى الشبابيك خمنات خدمة إلكترونية في هذا الصدر بعد التصريح بوعاء الاشتراك يجي الاشتراك الدفع الاشتراكاتها كيف كيف عندنا اشتراكات قريب مليون مشترك هذا وقاع لازم لبرون درشاج على المستوى المحلي درنا خدمة إلكترونية عن بان استراتيجية بدنات على الدراسات مؤشرة لصالح المواطنين الأفر المكلفين على مستوى الفضاء ضمنكم ضمنكم يجد عدة فضاء عندنا فضاء المؤمن هنا عندما يدخل يجد تصريح بوعاء الاشتراك عن بعد دون عينة تتنقل البرزان شارج في الاسكالي انستنطاني بعد التصريح يقدر يخلص اشتراكته عن بعد دون عينة تتنقل وكين فضاء داخل طلب الانتساب عندنا طلب الانتساب عندنا زوج عندنا الانتساب التلقائي عندنا ربط مباشر مع مركز الوطني السجل التجاري انفويت السجل على مستوى السجل التجاري انتساب تلقائي على مستوى صندوق الوطني الضمن اجتماعي وزدنا لزوج الكاتيجوري في أطل أخرى حرافيين مهان حرة في اللحين طلب الانتساب عن بعد ويش تفيد هذه تفيد عدم التنقل لمكلفين على مستوى الشبابك وكين هذا بس على حساب القانون كي تبدأ الناشاط لازم تصرح بها في عشر يام مر عشر يام كين غرامة التأخير التأخير نعم لك هانابور يفيتي تجنب غرامة التأخير لك عندنا دلنا طلب الانتساب عن بعد يصر على مستوى ويكون متابعة آنيا مع هذا ما حال من خدمة توفرها رقمية حاليا 25 خدمة 25 خدمة لديه كان خدمة جديدة وحي جو كان في جنبين حيط لنصى خدمة جديدة هذا فيما يخص التحصيل التحصيل زيادة على طلب شهادات التحيين والانتساب والتحيين يقدر يطلبها على مستوى الضمان اجتماع الضمان يطلبها على أولين يجي الواجهة الثانية تأمينات الاجتماعية تأمينات الاجتماعية على مستوى الأدوية كان أدوية خاضعة موافقة القبلية من طرف الطبيب المستشار على مستوى المحل إذا المؤمن يتنقل على مستوى السيدالية بلما يدوم بكري يدوم ويروح يجيب الموافقة القبلية السيدالي درنا التطبيق ضمنكم على مستوى ضمنكم عندهم تأمينات بالوراقي يرى معالجة آنية دون على تنقل المواطنين يرى الاريبونس يقدر يسير بدوات تاو بلما على تنقل يرى خدمة وإخرا ويرى الواجهة الأخرى تقاعد كما قال الأخ علش المتقاعدين يتنقلون كن سوى يدوم طلب التقاعد سوى بشي ديبوزيت سي رنوفلومنت علي بيأس التهو جدد الوثائق شادات الوفاة ولا عدم عادة الزواج نحن درنا في الواجهة كيف كيف على مستوى ضمنكم كان طلب التقاعد عن بعد دون عن التنقل دون يدغل الشيك باري بس المصار المهني جيري بار لك سن حن نحن عن جين المصار مباشرة على مستوى شبابك المحلية وكيف شهدت الحياة لما لديهم مم لسي النار لدينا رابط مباشرة مع وزارة الداخلية المخول الأول الهوية وسيجيل الوفاية نعم منك كين كل شهر كين vérification automatique لدي رماريج نعم سيتياتي كذلك نفس الشيء بخصوص صندوق كاكوبات هل فيه خدمات إلكترونية خاصة نحن على مقرب من فصل الشتاء تكثر فيه العطاد نعم بسلام كاكوبات هو صندوق خاص بثلاث قطاعات بين إشغال العمومي والري كاكوبات أولت أهمية كبرى لرقمنا من خلال المخاططات سراتيجية تحا أولا بدنا بالبنية التحتية نعم تسكين فرص في الرزول كانت فيه إشيث مار كبير وين ربطنا مجمع الوكالات بالأليف الباصرية وضعنا مركز بيانات الداتا سنتر البنسيبال ومركز بيانات ونائي سوكور هذلك الاستمرار النشاط وليحفظ البيانات البيانات على المستخدمين أولا الكاكوبات ساعة رقمين عند 14 خدمة رقمية ساعة الكاكوبات خدمة أمبرتا تريديكتار لليشمل كل القطاعات المعلية كل خدمات رقمية ابتداء من الانتساب الانتساب عن البعد المستخدم كل يأتي لكاكوبات ينتسب استمار وفرناها في البورطاي يسجل ومعد كان ربط بين كاكوبات وصندوق الوطني عمال أجراء مع صندوق الوطني لسجل التجاري ومعد نقوم بعمل التأكيد للمعلومات مع صندوقين ثم نسجله تلقائيا نعم سنعود للك فقط نروح الفاصل بعد عود مشاهدي ومتتبعي قناة نهار النقاش مزال متواصل فاصل ونشاري ثم نواصل نقاش عود مشاهدي الكاريم إلى البلاط والاستكمال للنقاش في برنامج تساؤلات حول موضوع الخدمات الإلكترونية والرقمية لمنظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد ونعود إلى السيد تياتي توقفت عندك بخصوص خدمات ككوبات تفضل شكرا سيدي نجاجنا بوابة إلكترونية لتشمل أكثر من 14 خدمة رقمية بداء من انتساب عن البط لسجلت أكثر من 66% ولنالت استحسان المستخدمين تسمح أيضا تصريح عن الويع الاشتراكات وتصريح سنويل للأجراء والعمال بنسبة أكثر من 98% يسمح المستخدمين متابعة العلاج للملف فتحهم وتسمح أيضا بطلب جدولة الديون وطلب الطعن اللي هو دوروكور لكاكوبات قمنا أيضا بمركز البيانات لتمكين المستخدمين من 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 تصريح في أي ولاية أي ولاية 85 ولاية تصريح عن أي ولاية وأداء الاستحقاق تسمح البوابة أيضا بالدفع الإلكتروني وهذا بالربط البياني مع لاصاتي وأيضا الدفع الإلكتروني عبر الوكالات وهذا لوجود تي بيو أجهزة الدفع الإلكتروني نعم هذا يعني بخصوص ما هي النسبة ربما الاستعمال يعني بوابتكم يعني هذه خاصة نسبة استعمال أزيد من 97% قريبا كلهم يعني إلا الانتساب عن البال اللي بدأ بدينا بـ 60% وننوي إن شاء الله نطلع حتى السعيم بالبين نعم ما حال عدد المنتسبين حاليا عدد المنتسبين 53,545 مستخدم وعندنا أكثر من 710,000 عامل في قطاع البيناء والأشراع العمومية والرئي نعم هل لديكم خدمات جديدة ربما تفكروا فيها رح تكون مستقبلا عدنا خدمات من المستقبل إن شاء الله في شهر جنبير أو في بريل قام المقبل إن شاء الله ما هي أهم عيني لتسهيل لتعامل لحنا الهدف تعنا هو إرضاء المستخدم هذا هو الهدف تعنا حتى لك تبنت معيار إيزونا من الآن لنجعل المستخدم هو الهدف الرئيس تعنا نعم نعم طيب نعود إليك بخصوص صندوق الوطني للتقاعد ممكن تعطينا بلغة الأرقام آخر إحصائيات استعمال هذه الخدمات الإلكترونية إذا موجودة وهل فيه خدمات أخرى جديدة أنتم بصدد إنجزة نعم قبل ما نحكي عن الأرقام هذه نقدر نعطيه نسب هذه المواطن لماذا يتنقل للصندوق عدنا 50% على جل شهادة الدخل عدنا كذلك 30% بالنسبة لتحين الملفات 10% لتقديم الاستفسار و10% طالب تقاعد بالنسبة للخدمة التي يدوش شهادة الدخل ندرنا لهم في البوابة التي هي طروة W.C.N.R. .D.Z يقدروا تلت فضاءات فضاء الأجير فضاء المتقاعد وفضاء المتقاعد هنا استعملوها أكثر من 340 ألف كونت الدواه وهذه مربوطة كذلك مربوطة بالمركز النداء حتى يأخذ رقم السري والمستخدم يقدر يدي عن بعد عن طريق المركز النداء 11 وهو مربوط عن طريق الهاتف تابت بدون رقم أخضر هذا رقم أخضر كذلك يستعمله العشرة بالمئة لتقديم شكايات أو استثارات وحاليا الصندوق الوطني التقاعد راه يعمل حملة حملة لاستخراج هذا الرقم الوطني الرقم التعريف الوطني وهو مهم كثير ونحنا حتى بالنسبة للصندوق نحو عناء تنقلات المواطن وكذلك مدى بنا حتى مجيش لعدنا وميروح للإدارة أخرى وهذا هو الفكرة سيد الرئيس الجمهورية فيما خص التزامات 54 وهي رقمنات الإدارة رقمنات الإدارة أنه تكون مربوطة بناتها كل الإدارة مربوطة وهذه الفكرة تعنا وكل الربط يعني هذا الربط ومربوطة بينهم هنا التبسيط رقمنا والتبسيط الإجراءات الإدارة طيب واصل بخصوص ربما الخدمات الجديدة يعني عشر خدمات الداخل وكذلك عدنا قبل ما نحكي كذلك على التطبيقات الزاميل تعي تكلم عن البنية التحتية البنية التحتية بالنسبة في صندوق يعني شغل ستتمرنا فيها كثير عندنا 51 وكالة كلها مربوطة بالمركز البيانات تعنا في المستوى الجزائي العاصمة عدنا كذلك 71 يعني مركز بيانات عصرية 254 مركز التوجيه الاستقبال والتوجيه مربوطة كذلك مع الوكالات والمديرية العامة وتاني استطمرنا في العنصر البشري اللي هو مهم كثير وان يعني عبر هذا المنبر نشكره للمهندسين تعنا لانه كل تطبيقات تعنا هي من تطوير محلي كفاءات جزائرية كفاءات جزائرية على العصر البشري جزائرية نضيف كان حاجة مني حال اهتمام الحالي المهندسين الخارجي للجامعات اهتمام باللغة الإنجليزية هي لغة تكنولوجية حاليا جاتهم سهلة ممتكوين كنست أوتوفرماسي قاعد الدوكومنترسون التي تكزيست حاليا باللغة الإنجليزية لك جاتهم سهلة يجوزوا التكنولوجية تحديثة لك هذا الاهتمام حاليا خارجي الجامعات الجزائرية نعم وهذا ربما يخليني نطرح كذلك سؤال بخصوص المنتسبين لصندوق الضمان لاجتمال العمال غير أجرا كسنوس هل في خدمات جديدة يعني يتم إطلاقها إلكترونية كان خدمة جديدة بدينها العمل ديب يداني الشكوية عن بعد مكين خدمة جديدة نطلقوها ملك الحد سمانة الجاية سيطلب معالجة بمياه المعدنية ولا بمياه البحر كيرترمال ولا تلاصو ترابي حاليا قبل الخدمة كيف شهد المؤمن كان لازم يتنقل على مستوى الوكالات يطلب الموافقة يدير أن أكور برنسب أكور الأول أكور يتنقل عند الزيط كيرترمال ولا تلاصو يدير أن أكور يحتل عندنا يدير أن أكور برنسب ديفيني عندنا تروا تروا ثلاثة تنقلات على مستوى الوكالة بالتطبيق الحالي الخير مرحلية معالي الزيطبليسمون واللي مملي تنقل عن الزيطبليسم برنسب محطة تفاعلية في الوكالات وين أعطونا اقتراحات تحم أعطونا اقتراحات ونحن كانت خالية بالنسبة المدرية العامة خالية التي تدرس الاختراحات وبهذا التفاعل قدرنا أشف أن نحصل في الجودة ثانا الاختراحات عبر المحطة التفاعلية الاختراحات التي تدرس عبر الموقع الالكتروني كوبات بوين ديزاد والاختراحات التي تلحقنا للمركة الاتصال عندنا مركة الاتصال الاتصال لتلقى الاختراحات الاختراحات ونحن الاجتماعي ونحن الاتصال الاتصال التي تحسين الخدمة نعم ما موقع ربما اليوم صندوق كوبات وطنيا وحتى دوليا دوليا في إفريقيا هو الصندوق الوحيد الذي يعني بالكوارث والأحوال الجوية والأحوال الجوية بتعويض العمان نتيجة توقف الورشات عن الأحوال الجوية حتى الحرارة حتى صندوق في العالم ليعوض ليقدر يعوض من أجل الحرارة في إفريقيا في العالم العربي هو الصندوق الوحيد الذي يعني بهذا المجال يعني موجود فقط في الجزائر في الجزائر وكين نظام واحد برك ورام في فرنسا نعم عدد تعويضات كم تصل يعني؟ عدد تعويضات تصل أكثر من 650 ألف في العام تعويض عن العطل العطل وأكثر من 31 ألف معني بتعويض عن توقف الورشات نتيجات سوء الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية نعم طيب ربما هذا هو السؤال بخصوص صندوق الوطني التقاعد هل فيه أثر إيجابي على المواطن وعلى الصندوق بخصوص كل هذه الخدمات الإلكترونية نعم خاصة لما تشوف ونجاعة خاصة نعم كما تشوف مواطن يختصر في دقيقة الله يبارك في عمرهم ميوتلت سنوات يعني يدير تعرف على ملامح الوجه أنا بالنسبة لياه نحيط له عناء تنقل ونحيط له مشكلة تعتنقل للصندوق هذا يعني يكفي وهناك أكثر كما قلنا أكثر من 15 ألف وربعمائة اللي داروا وكلهم كبار كبار في السن الاستثمار تعنا في هذا المجال وكين إقبال يعني كبير على هذا الخدمات الإلكترونية حاليا نعم فيه إقبال ونغتنم الفرصة عبر قناة نهار باش ندعو المواطنين يتقدموا للصندوق الوطني التقاعد ويجيبونا مرة وحدة يجيبونا الكارت بيومترية نقروها بعدها يقدروا يستفادوا كل هذه الخدمات بطريقة سليسة نعم كلمة آخر تفضل هنا ندعو المنتسب بصندوق الوطني الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لإستعمال الخدمات الإلكترونية نفكر هونبرك المتآخرين دفع الاشتراكات دفع الاشتراكات لتفادي تراكم غرامات تأخير وزيد التأخير كين تسهيلات جدول الدفع أنا درنا جدول الدفع فرابل لا نعوكور ولا لأعوام السابقة ما يضيعون الفرصة ما زال فوري فيتي تراكم البناليتي لما جارة سندرات يتفضلوا سواء عبر الفضاء ضمن كم ولا يتفضلوا عند الشباب التي في تحام السبت حتى الخميس وكان حتى خدمات الإلكترونية لهذا شيء سواء يخدموا على ضمن يقدرون يقدرون الاشتراك التعو وإن يتنقل الشباب من السبت حتى الخميس شباب كاسنس نعم تفضل كلمة خيرة ندعو المشتخدمين كاكوبات بإدلاء اختراحاتهم ويساعدون لتحسين الجودة نحن نهمون واحد وتحسين الجودة الخدمة خاصة نعم كلمة خيرة نشكركم على الاستضافة وكما قلنا لما دمنا المتقعدين يجونا يجيبونا كارت بيوميترية ونقدم لهم خدمة دات جودة إن شاء الله ونقصو لهم لعناء تنقلات يعني نروح للصفر تنقل وإن شاء الله نلحقوا لصفر ورق هذا هو السيد راشيد ناش مدير الإعلام الآلي والتنظيم بالصندوق الوطن التي تقعون شكرا جزيلا أشكر كذلك للسيد علي باي محند مدير العصرنا والأنظمة المعلومتية بالصندوق الوطني لضمان الاجتماع لغير الأجار كاسنس شكرا جزيلا أشكر كذلك موصول السيد تياتي حمود مدير أنظمة الإعلام الآلي والتنظيم الدراسات والإحصائيات لصندوق كاكوبات شكرا جزيلا لا شكرا لوجه إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تسأل